السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن تثبيت الحمل والوقاية من الإجهاد بالتغذية هناك بعض الأطعمة والنصائح التي يجب أن تتبعيها لتعزيز فرص الحمل وتثبيت الجنين وهي 1. حمض الفلك هل سمعت عن أهمية تناول أطعمة تحتوي على حمض الفلك؟ وهل تعلمين ما هو حمض الفلك؟ هو فيتامين بي 9 والذي يقوي من النقاع الشوكي للجنين مما يزيد من فرص تثبيت الحمل كما أنه يقلل من نصابات الجنين بالعيوب الخلقية أو التشوهات لهذا فتناول حوالي 400 ميكرو جرام من حمض الفلك يقوي من فرص ثبات الحمل وثبات الجنين ويجب استشارة الطبيب قبل تناول مكملات حمض الفلك تناول حمض الفلك في الحمل تناولي قبل الحمل الأطعمة التي تحتوي على حمض الفلك الموجود في الخضروات الورقية مثل السبانخ وموجود في البرتقال والحبوب الكاملة مثل خبز النخالة والأرز البني ويجب تناول الأطعمة المحتوية على حمض الفلك في أول ثلاثة شهور من الحمل ثانيا الابتعاد عن الكافين تزيد نسبة الكافين التي تتناولها الأم من مشاكل الحمل وهذا لأن تناولك لكمية تبلغ 200 ميلي جرام تؤثر على هرمونات الحمل مما قد يسبب الإجهاد كما أنها تزيد من الأرق عند الحمل لزا من الأفضل تجنبها في بداية الثلاثة شهور الأولى من الحمل وكذلك يجب الابتعاد عن اللحوم غير المطهية تفضل بعض النساء تناول الطعام وهو غير مطهي مثل الأطعمة البحرية النيئة ولكن لا يمكنك تناولها في فترة الحمل لأنها تصيبك ببكتيريا الاستيريا وداء المقاوسات ويجب تجنب استنشاق المواد الكيميائية فتجنب تماما استنشاق المواد الكيميائية الضارة بصحة الجنين مثل المواد التي تحتوي على فورمالين ورصاص وزرنيخ والإسلين والبنزين والمواد التي تحتوي على الأمونيا هذه المواد تؤثر عليك وتسبب تشوهات الجنين هذه المواد تدخل في تكوين الصبغات والمنظفات الصناعية للمنزل وأخيرا هناك طرق تثبيت الحمل بالأدوية في حال رأى الجنين أنك تحتاجين مسبتات الحمل عن طريق الأدوية فسوف يصفها لك الطبيب في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع إلى مصدر هذه المعلومات في وصف الفيديو في نهاية الفيديو لو عجبكم ياريت تدعمنا بلايك وكومنت وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم وتشتركوا معنا في القناة وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمطبخ